نتيجة مهمة للفجيرة ونتيجة مفاجأة لنصر عمال مفاجأة كان نتيجة مصطفى بس على مستوى المباراة ما كان مفاجأة يعني مع أنه النصر بداية مثالية أول دقيقتين تأخذ هدف وهدية من لعب الفجيرة بس بعدين الفجيرة مسك المباراة وأدار المباراة بالطريقة البديان شو السبب؟ كانوا أفضل يعني فراز بالعربي مع سامويل مع روزا مع روليل كانوا مسيطرين على المباراة كانوا ممكن يطلعوا فايزين في المباراة الرجع صعبين؟ لا هذه مصطفى كأس الخليج ما فينك لأنه ما بتعرفين التشكيير بتلعب بتعرف انه النصر غايب عنه ستيتي غالي ومحمود خميس و بس لعب عندهم هنه بالمنتخب يعني عنده تلتلعيب في المنتخب بخمسة وعشرين شهر ما فيما في تجامع منتخب بيكونوا رجعوا فريق الفجيرة هاد فريقه كامل بس بس المباراة بتحسب للفجيرة وكانوا أفضل من نصر نعم ميسيو أبو سلطان معنو أنت افاكسي نعم اوكي نعم الفجيرة كان افضل واعتقد هو من اضاع الفوس وبدأت بعد ما سجل الهدف تعادل اضاعوا فرصة اللي باغت فيها الحارس باغت 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 يعني فادع كنت زعلان على نجاعة ايوان صرت باغت وكانوا كتير فات عم تفتحوا قموز جوجل معمد جوجل محمود لا باغت كلمة دارجة ناعجة مدينات ناعجة مين نجاعة 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 ناعجة brainstorm عشان اكدرك ان انا ما امري سمعتها فعبارة داذا ما سمعتها انا عبارة لا تدارجة مoe بدارجةق ان heritage انت مان سمعتها ليش الدارجة اما لو سمعتها يعني تحلى ال 4009 Absolutely epic 4000000000 harmony jungle 00399 مليون ما عارفون در كلمة مليون هذولا زي حسين الطاعي بس هم اللي عارفونها وزي وانا متأكد ان كنت مطلع عليها قبل ولا كان ما ما عرفتها كمان شوف ترى طيب ترى موم اللي رفعوا الصوت شوف عندك حق الصوت هو اللي رفعه انا هادي ما عندي احد ناجعة 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 نعم خير ان شاء الله